أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة استمرار جهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين مشيرا إلى أن مملكة البحرين تتابع التطورات والمسجدات العالمية بهذا الشأن وخصوصا في ظل المتحورات للفيروس وبين المانع أن الدراسات أكدت ضرورة أخذ الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا كونها أحد أهم سبل حماية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس من جانبها حثت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا رئيسة لجنة التطعيمات بوزارة الصحة حثت أولياء الأمور بضرورة تطعيم الأبناء منهم في فئة العمرية من 3 إلى 11 عاما ومن 12 إلى 17 عاما من أجل تحقيق هدف الحملة الوطنية للتطعيم والوصول للتحصين المنشود في المجتمع وأوضحت الهاجري أن المؤشرات الوطنية والدولية أثبتت فعالية الجرعة المنشطة في رفع منحن المناعة لدى الجسم مبينة أن الجرعة المنشطة تعتبر جزءا من بروتوكول التطعيم ترجمة نانسي قنقر